المسلسل عامل حالة لطيفة كده ما بين الأسرة أنت يعني أنا سماعت كمان أنه هو متاخد عن قبل الإيجار ومسلسل كوري هو متاخد عن كتاب رواية نزلت في كوريا اسمها قبل الإيجار واتعامل منها فيلم مظبوط سينيما ناجد والشركة تواصلت مع أنا وستواء الحمدي عشان نكتب السيناريو والحوار للموضوع يعني هي زي فورمات لا مش فورمات فورمات ده لو إحنا هناخد مسلسل معمول وهناخده نعمل لنا مسلسل لكن هي مجرد فكرة لكننا مثلا خدنا رواية نجيب محفوظ وحولناها لمسلسل تمام فإحنا خدنا الفكرة بتاعة الرواية لها قبل الإيجار والعلاقة بتاعته أنه هو ما بش لقى شغل بس طبعا فكرة أنه هو مش بيلاقي شغل في كوريا غير أنه بيلاقي شغل مش بيلاقي شغل في مصر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي مختلف طبعا فإحنا خدنا السطر بتاعه وإيه الموضوع على اللقاء قبل يتأجره وبدأنا بقى نشتغل إحنا بقى بنقلف المفلسل أيوة صح فإزاي القب بقى ممكن إيه الدور اللي ممكن يعمله والأدوار الغيبة بس فكرة المسلسل هنا لأنه دايما كان يتم التهام الأباء إنه ما بيعملش ما بيهتمش ما بيشوفش ففيه هو عالج حاجات كده لطيفة بأسلوب لطيف يعني الكوميديا برضو كتابة لها مستهلة أو إنه يبقى فيه تناول فيه خف الدم يعني وطبعا الموضوع إحنا كنا بنفكر فيه في الأول فيه فيه نوع من أنواعا شوية نحن نخوف من إنت لما تخش في مناطق ممكن تدايق ناس صحيح أو توجع الناس فكرة أن إنت مثلا يعني مثلا الولد اللي أخد أكرم في أول حلقة ده ولد يتيم ما شافش قب أي فده موضوع مأساوي طبعا بزيزة تقدر تناوله بشكل الكوميدي دي كانت من الخطوات اللي عادنا نفكر فيها الأول بس بصراحة كان مسهل علينا شوية الموضوع أن إحنا مان أكرم حسن والكوميدي اللي معاه نسرين أوتاكا تياسر التوبجي كل الطاقم ده كله كان مسهل علينا أن إحنا لأ نقدر أنا هو وقل نقدر نتناول المواضيع حتى لو حسيني أنها فيها قصوة شوية لأن إحنا وثقين في القصة اللي معاننا أن إنا هقدر يطلع ده وطبعا وراهم سوس خالد مرعي وراء كل وراء كل الناس كلها فإحنا كنا بنكتب وإحنا يعني إيه سايبين إيدينا ووثقين إن شاء الله حقات التقويس